استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة عدن سفير كوريا لدى اليمن دوب جوند قاي والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الكورية في مختلف المجالات بما في ذلك الدور الإنماء والإنساني للأصدقاء الكوريين اتجاه الشعب اليمني والموقف الكوري الثابت والداعم للشرعية في اليمن وحرصها على إحلال السلام وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي لعودة الدولة وإنهاء انقلابها وكذلك وضح حدأ لمعاناة اليمنين واطلع رئيس الوزراء من السفير الكوري على المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظتي حضر موتى وتعز والتوجيهات المستقبلية للمشاريع لإسناد جهود الحكومة في الجوانب التنموية والاقتصادية ومنها استعراض الإصلاحات الحكومية الجاري تنفيذها والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية بما في ذلك الجهود المبدولة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية اشتركوا في القناة